اللعنة الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شراء المرسلين نواصل شابتر 3 المقطع الخامس نشوفه هي ترانسفر فرم فينت سيرحيس نولا نشوف النيوتن لووف كولينج عندنا ال H AS TS T-Infinity TS عارفينة يليه التمبرشرة تبعه السوليد والT-Infinity يليه البلغ فلود فلوب ولك 1 TS S-N-T-Infinity هؤلاء اللي ما يكونوا ذابتين في طريقتين اللي نزود بهم ال Rate of Heat ترانسفر اللي هو كلوها ما طريقتين يا إما نزود ال H أو نزود ال AS أولا نريد أن نشوف كيف نزود ال H to increase the Confection Heat Transfer Coefficient ممكن نحتاج إنه نجيب Pumps أو Fan طبعا بمب إذا كان عندي ركويد فان إذا كان عندي غاز أو هو أو ريبلايسينج أو إذا كان موجودين أصلا فممكن نستعيض عنهم ب Pumps أكبر أو Fan أكبر علشان تزود لي سرعة ال Fluid Flow وهذا الشيء مرات يكون عمله مرات تكون غير عمله مرات ممكن تكون تطبيقيا و مرات تكون غير تطبيقيا و مرات تكون و كمان مرات تكون not be adequate الشيء الثاني احتمال الثاني هو أني أزود ال AS مرات تكون لكيض تقليص المقر مساحة السطح ب أي طريقة بإمكان مرات تحينق مرات تحينق مرات تحينق مرات تحينق مرات تحينق مرات تحينق لاحظ هنا كان عندي هذا السطح بس لا زودنا زودنا المساحة المساحة تبع لزقنا هذه المساحة على المساحة الموجودة عندي أصلا وبالتالي تزود لي الـ Convection & Transfer لكن ايش طبيعة هذه المادة اللي ودك لزقها المفروض تكون Highly Conductive Materia اللي يجب أن تكون لتوصيل الحرارة تبعها جيد مثل الـ Aluminium والـ Iron نفس المثال لاحظ هنا الـ As زودناها بهذه الزعانف اللي حطيناها نفس الشي نسبة لهذا المثال الأنتلة العملية الموجودة عندك عندك الـ Radiator لما تيجي تطلع داخله حتشوف ايش حتشوف كثير من الزعانف الموجودة عندك يعني رقيقة جدا نفس الشي موجود عندك في الـ Heater اللي هو السخان موجود بالبيوت لاحظ ليش تخلى الـ Surface Area هنا متعرجة علشان يزود الـ As اللي بدنا نشوف Fin Equations المعادلات اللي ممكن نتعامل بها مع هذا الفن نحن أصلاً اللي كان عندنا هو هذا الجزء بس زودنا عليه إيش وانا عندنا عليه هذه البقية ليش؟ علشان نزيد الـ Surface Area عندنا ولأنه أصلاً حواليه Fluid Flow هيزود من إيش؟ من انتقال الحرار هنأخذ هذا الـ Volume Element السمك تبعه كم؟ Delta X و المساحة مساحة المقطع تبعه AC هذه المقطع والمحيط تبعه هو P أوكي؟ أوكي؟ هذا الـ Element الـ Heater الدخلة الدخلة من هنا عند الـ X عند الـ X أو عند الـ X هنا تساوي أو ناقص نفس الشيء الـ Q الـ Conduction عند الـ X و عند الـ X و هذا كله يساوي الـ Convection الموجود عندي حوالين هذا الـ Element حوالين الـ Element الـ Element في التواصل مع الـ Convection عن طريق Service Area مساحة السطحية هنا و ليست مساحة المقطع المساحة السطحية هنا إيش تساوي؟ تساوي P Delta X تساوي المحيط مضروب في السمك إذن الـ Q Convection هذه تساوي الـ H A S قلنا أنها تساوي P Delta X في T اللي هي درجة حرارة الـ Element نفسه هنا minus T infinity درجة حرارة Flood Flow المحيط به نعيد ترتيب هذه المعادلة نجيب هذه الناحية الثانية و نقسم على Delta X نذهب من ناحية هذه إذن لما Delta X تساوي درجة حرارة درجة حرارة درجة حرارة درجة حرارة درجة حرارة درجة حرارة نفس المعادلة لكن لاحظ الـ Q Convection الـ Q Convection الذي حصل هنا من X إلى Delta X هذا إيش تساوي؟ يساوي minus K A C درجة حرارة درجة حرارة طب لماذا قلنا هنا A C؟ لأن هنا مساحة المقطع لاحظ الـ Q إلى الـ Q أي شيء حوالي AS مساحة المقطع فقط الـ Q Conduction نحطها في مكانها إذن هذه هي الـ Q دوت نحن كنا نشتاقها بالنسبة لـ DX نشتاقها هنا بالنسبة لـ DX لكن لاحظ لكن لاحظ الـ T minus T infinity هنسميها إيش؟ هنسميها ثيتا والثيتا والثيتا هي temperature axis K على AC كي على AC يقسم عليها وهذا يسمى إيش؟ S square لاحظوا الـ HP على KC طبعاً هذه لما تشتاق هذه تشتاقها مرتين هتعطيك اللي هي DT على DX إذن في عندي هذه المعادلة التفادلية حلها معروف وهذا إذن فيها ثوابت هنا هذه الثوابت لازم لها Boundary Condition لازم لها واحد من Boundary Condition التفين بيز هنا معروف يعني ثيتا عند الزيرو هي أصلاً نقول إنها تساوي T minus T infinity يعني أنا أعرف T minus T infinity هذين سبمية ثي تن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته